المعيير والمؤشرات المتوقعة المتوسط المرجح لأعلى النتائج وأسوأها وفيه معيار بعد كده اسمه الحد الأقصى لحدود الدنيا والمعيار الأخير أو اللي هنتناوله فيه نظرية المباريات معيار اسمه معيار الأسف أو الندم مصفوفة الأسف أو الندم فعشان نخش في الموضوع على طول وإزاي نتعلم نعد معيير نظرية المباريات هنأخذ مثال تطبيقه على طول المثال التطبيقي ده بيقول إذا برغت التكاليف الاستثماري عن أربع مشاريع استثمارية سين وصاد وعين ونون ربعمائة ألف ريال دي التكاليف الاستثمارية وكان سعر الفايدة الموجود في السوق عشر في المية والصافي التدفق النقدي كان زي ما أنتم شايفين في الجدول اللي مكتوب بدلات يمامكم على الصبور بالنسبة للمشروع سين وصاد وعين ونون زي ما أنتم شايفينها هوت ونسبة الاحتمال إلى المشروع وهنا الاحتمال بالنسبة للمشروع سين كان عندنا في السنة الأولى مية وفي السنة السنية كان تسعين ثم مية وخمسين ثم تمانين وبالنسبة لصاد 120 مية وخمسين مية وستين مواربعين دي كل دي معطيات وبالنسبة للمشروعين اللي تضفق المقد اللي 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 كان 150 مية وثلاثين ميتين مية وثمانين وبالنسبة للنون تسعين ثمانين مية وثمانين دي هذه المعطيات طالما نكاتبها باللون الأسود ببعادية معطيات انا دلوقتي ايه المطلوب من حضراتكم المطلوب ان احنا نحسب افضل او نختار افضل لمشروعات الاستثمارية باستخدام معيار اسمه معيار اقصى الاقصى ازاي نحسب معيار اقصى الاقصى حاجة بسيطة وحاجة سهلة خالص عشان نحسب معيار اقصى الاقصى لابد وان احنا نعمل ايه دلوقتي طبعا احنا عندنا نسبة احتمال في السنة اولى 25 برضو دي معطى 25% دي معطى 25% معطى 25% 25% ولو نلاحظ 25% زائد 25% زائد 25% مجموعة النسبة المأوية كلها 100% يعني الواحد الصحية انا دلوقتي احسب دلوقتي ازاي احسب المعيار او ازاي احسب خطواتي في المعيار اقصى الاقصى همسك مشروع مشروع صف صف بنسبة المشروع سين اضرب المية في الـ 25 زائد التسعين في الـ 25 زائد المية وخمسين في الـ 25 اهو زائد التمانين في الـ 25 من خلال الآل حزبة بعد ما اعمل الكسة ديك لا واكتبها كده زي ما انتم شايفين على الصبورة هحصل على بالنسبة للمشروع سين هيعطيني المشروع سين 105 خلاص بعد كده اعمل نفس الخطوات بالنسبة لمن الصاد والعين والنون لما اعملها الصاد هدرب 125 في 25 زائد 150 في 25 زائد 165 في 25 زائد 145 في 25 هحصل على 142 ونص اعمل نفس الخطوة مين للمشروعين هدرب 150 في 25 زائد 130 في 25 زائد 125 زائد 180 في 25 يبقى المشروع الاولاني 105 المشروع السيني اعطاني 142 المشروع الاعين اعطاني 155 انا احفز الكلام لمشروع الرابع اللي هو مشروع نون 90 في 25 زائد 80 في 25 زائد 100 في 25 زائد 190 192 في 25 هحصل من خلال مشروع نون على 115 طيب في حالة الاختيار انا دي اقدامي اربع مشارية كل مشروع اطاني رقم مختلف المشروع اولاني 105 الثاني 142 الثالث 155 اللي هو مشروعين والمشروع الاخير اعطاني 15 عند الاختيار اختار مين؟ طبعا اختار اللي هو اقصى الاقصى ويفكا لمعيار اقصى الاقصى ان انا بختار معيار الحد الاقصى للكيم القصوى فبالتالي بختار المشروعين لانه افضل مشروع او صاحب اكبر قيمة قصوى صاحب اكبر قيمة قصوى وبالتالي اذا نكتب هنا كده يتم اختيار اذا يتم اختيار المشروع مانو من المشروع ليه؟ لانه صاحب اكبر اقصى الاقصى او صاحب اكبر قيمة قصوى صاحب اكبر قيمة قصوى هذا فيما يتعلق بمعيار الاولاني اللي هو معيار الحد الاقصى للكيم القصوى اللي هو بيسموه باختصار اقصى لكinelan اختار ما من خلاله والمشروع عين طيب المعيار الثاني اسمه معيار المتوسط المرجح لاعلى النتائج واسوئها بالنسبة للمعيار المتوسط لاعلى النتائج واسوئها هواخد اكبر قيمة فيه في الصف همسك سين نتائج من مشروع سينحد عين لون وانسك صف في صف اكبر قيمة اضربها في نزلة التفاؤل واصغر قيمة اضربها في نسبة التشاؤم طيب انا هحله شافوي قبل ما حله عملي اهبصوا يا شباب بالنسبة للسين والصدوى العلم والنون امسك صف في صف عشان احسب المتوسط المرجع لأعلى نتائج واسوئها همسك صف في صف اللي هو فيما يتعلق مشروع بشروع يعني الصف الاولان اللي هو المشروع سين هنا مية وهنا تسعين وهنا مية وخمسين وهنا تمانين من اكبر رقم في الصف هنا هطلع طبعا المية وخمسين المئة وخمسين أضربها في نسبة التفاول فإذا علمت أن نسبة التفاول من المعطيات أن نسبة التفاول تساوي مثلا تمانين في المئة فلو كانت نسبة التفاول تمانين في المئة يبقى أضرب أكبر رقم في التفاول يبقى مئة وخمسين في تمانين في المئة طيب وفي أصغر رقم في الصف أصغر رقم في الصف اللي هو التمانين أضربه في نسبة التشاوم يبقى أجمع أن أكبر رقم في نسبة التفاول زائد أصغر رقم في نسبة التشاؤم اللي هي كان 20% هتقولي عرفت في مين التشاؤم إذا أعطيت نسبة التفاؤل 90% مثلا على سبيل المثال 90% يبقى نسبة التشاؤم كان المتمن من حسابي المكمل 10% وفقا للمعطيات اللي معنا في التمرين الآن نسبة التفاؤل 80% فالتمرين في الماء يبقى نسبة التشاؤم كان 20% فأكبر رقم أضربه في التفاؤل زائد أصغر رقم أضربه في التشاؤل والكلام دي يحصل لمشروع مشروع وهنا 90 وهنا 150 وهنا 80 يبقى أكبر رقم 150 كان 150 تضرب في 10% زائد أصغر رقم مين في الصف اللي هو 80 تضرب في التشاؤم ونجمع نسبة دي مع النسبة ديت وهناحصل على متوسط المرجح لسيد حسابة نفس الكلام لسادة حسب 160 إضربه في 139 الصف أضرب في 18% زائد أصغر رقمằم هو 20 هنا 60 نفس الكلام لو عين أضرب أكبر رقم 200 ثائد أصغر رقم الرقم اللي هو مين مئة وتلاتين اضربه في نسبة التشاوه. هحصل على رقم معي. بعد كده بالنسبة للمشروع مين. اكبر رقم مين مئة وتسعين اضربها في تمانين في المية. زائد اصغر رقم مئة تمانية تضربه في نسبة التشاوه. وهو ده اللي هننفذه الان في الكتاب. ما شرحناه هنكتبه على الصبورة الان. فمعيار متوسط المراجح لعلى نتائق واسواها. وذلك اذا علمت ايه ده. وذلك اذا علمنا. وذلك اذا علمت ان نسبة التفاؤل نسبة التفاؤل التفاؤل بنسبة تمانين في المية. وبالتالي يبقى التشاوه التشاوه يساوي كام؟ عشرين في المية. يعني المتمم الحسابي. طيب زي ما انا حكيت لك بالزبط اكبر رقم في التفاؤل زائد اصغر رقم في التشاوه يعني هحصل على الاجابات اللي انا حكيتها باختصار دلوقتي. بصوا يا شباب. بالنسبة للمشروع سين هقول. بالنسبة للمشروع سين هيبقى مية وخمسين. مية وخمسين ضرب تمانين في المية. الكلام ده زائد. زائد اصغر رقم اللي هو التمانين فيه عشرين في المية. الكلام ده هيعطيني. هيعطيني كام بالآلة حزبة مية ستة وتلاتي. طيب بالنسبة للصاب نفس القص. هاخد اكبر رقم اللي هو يطلع لي كام? المية وستين فيه تمانين في المية. زائد اصغر رقم اللي هو كام? اصغر رقم اللي هو الانية وعشرين فيه عشرين في المية. بالآلة الحزبة يعطيني كام? يدي مية واثنين واربعين. طيب المشروع السالس اكبر رقم كام? في المشروع السالس اكبر رقم كام? في المشرو اضربه في 80% زائد. اصغر رقم كام في الصف? 130. اضربها في 20%. يبقى بالقال حزبه يعطيني كام? يعطيني 186. بعد كده بالنسبة لمشروع نون. اكبر رقم مين? اكبر رقم هو 190. اضربه في نسبة التفاؤل. زائد. اصغر رقم في الصف من المشروع نون كام? اللي هو مين? قالك اللي هو 80. اضربها في 20% يعني القصة دي بالقال الحزبه تعطيه 168. طيب بالله عليه. احنا دلوقتي وفقا لهذا المعيار. معيار المتوسط المرجح لاعلى النتائج واسوأها. بختار الاعلى والاقل. طبعا بختار الاعلى. هنا 136 وهنا 142 وهنا 186 وهنا 168. يبقى اختار المشروع مين? يتم اختيار برضو المشروع. ليه? لانه صاحب اعلى متوسط مرجح لاعلى نتائج واسوأها. هو طبعا ده صاحب اعلى ايه? متوسط مرجح. بين المشاريع الاربعة يبقى في المعيار السابق اللي هو اقصى الاقصى اختارنا المشروعين. وفي المشروع ببوف كان برضو للمعيار متوسط المرجح لاعلى نتائج واسوأها برضو اختارنا المشروع مين? اختارنا المشروعين. يأتي المعيار السالس اللي هو معيار الحد الاقصى للحدود الدنيا. اللي هو احسن يعني اقصى الادنى. اللي هو بسموه اقصى الادنى. اقصى الادنى. يبقى الاولاني اسمه اقسى الاغصى والتاني اسمه توصط المراجح لأعلى النتاع ما context واسوئها المعايير الثالث الذي هو هو السلامه الحد الاقصى للحدود الدنيا اللي هو يعني من الاخر اسمه اقصى الادنى طين اقصى الادنى. يعني همسك صف صف من اللي ماشي تعال نرجع ثاني للجبل والمعطيات امسك صف في صف في المشروع سين فين اصغر يعني اصغر اصغر قيمة في الصف هنا مية هنا تسعين هنا مية وخمسين اصغر قيمة هنا مين اللي هي التمانين يبقى دلاتي اجل عند المشروع سين واكتب اصغر قيمة تمانين واجب بعد كده بالنسبة لمشروع صاد ادور على القيم هنا مية وعشرين هنا مية وخمسين هنا مية وستين هنا مية واربعين اصغر قيمة مين المية وعشرين وبرضو المشروعين هنا مية وخمسين وهنا 130 وهنا 200 وهنا أصغر كمه فين 130 وبعد كده بالنسبة للبشروع نون أصغر كمه مين هنا فيه 90 وهنا 80 وهنا 100 وهنا 130 أصغر كمه هنا كم لين بالنسبة للنون 80 يبقى هنا بالنسبة للسين طليب 80 وبالنسبة للصاب 120 وبالنسبة للعين 130 وبالنسبة للنون 80 بالله عليكم اختار أصاب و accepted هو ده اللي هنكتبه الآن بصوا يا شباب يبقى معايير الحد الأقصر لحدوده اللي الدنيا أقصر أدنى يبقى امسك صف صف وامسك اقل قيمة واكتبها لكل مشروع اقل قيمة اقل قيمة لكل مشروع فبالنسبة لمشروع سين كانت عندي القيمة الصغيرة 60 وبالنسبة 80 معذرة 80 وبالنسبة لمشروع صاد 120 وبالنسبة لمشروعين 130 وبالنسبة لمشروع نون طلعلي كان 80 يبقى انا دلوقتي عندي اربعة قيم لكل مشروع المشروع سين 80 والمشروع صاد 120 والمشروعين 130 وده 80 يبقى انا اختار مين دلوقتي اختار صاحب اقصى الادنى اختار مشروع الذي يعطيني يعطيني ايه اقصى الحدود الدنيا اقصى الحدود الدنيا وبذلك سموه اقصى الادنى يعني هما كلهم ادنى دي ادنى لسين ودي ادنى لصاد ودي ادنى لعين ودي ادنى لنون فانا بختار اقصى الادنى مين اقصى الادنى يعني عين اللي هو يعطاني مية وتلاتين لانه صاحب اقصى الادنى هذا هو المعيار الثالث معيار حد الاقصى الحدود الدنيا بمعيار رحيد في نظرية المباريات وهو معيار هني جدا以上 معيار الأسف أو الندم زي ما انتم تشايفين الى ذلك هل يجب أن نصمم المصفوف التي اعترفينها هي فكرة shortcut الجدول ده اسمه مصفوفة الأسف أو الندم مصفوفة الأسف أو الندم زي ما انتم تشاهدة تتكون من الجدول الأمانكم على الصبوة هذه طبعا يوجد فكرة هناك في تكوينmi يجب أن تفهمها قبل مشروعها ايه الفكرة ان هن برجع تاني للمعطيات برجع تاني للمعطيات اهو انا لذلك انا لازم غزبا عني انا مضطرة ارجع للمعطيات مرة اخرى هذه هي المعطيات تمام همسك عمود عمود همسك مش همسك مشروع مشروع اوعى تتلخبطه همسك صف صف لا ليس صف صف همسك عمود عمود عشان اعمل مصوفة الاسف او مصوفة الندم همسك عمود عمود واكبر قيمة في كل عمود احط مكانها صفر يعني العمود الاولاني هنا 100 120 مش بصف ليس بالصف ليس بالصف ده اكد للمرة العشرة هي ليس بالصف وانما بالعمود هنا 100 120 150 90 من اكبر قيمة هنا هتقول لي بالله اكبر قيمة هنا هي 150 150 دي اروح هناك في المصوفة الاسف هو الندم وحط مكانها صفر احط مكانها صف طيب وبعد ما اعمل مكانها صف هطرح كل القيم من 150 تمام برضو الكلام ده هيحصل في العمود الثاني والثالث والرابع يعني في العمود الثاني مين اكبر قيمة هنا الاكبر قيمة هنا اللي هي مثلا اصابة مشروع صاد اللي هي 150 احط مكانها في مخصوفة الاسف او ندم صفر واطرح بقية القيم منها طيب هنا اصغر اكبر قيمة هنا في العمود الثالث مين اصدر قيمة في العمود الثالث هنا 150 160 200 100 يبقى اكبر قيمة هنا مين اللي هي المتين احط مكانها في مخصوفة الاسف او ندم ايه برضو صفر واطرح بقية القيم منها طيب ما تيجي بنفس كده مع وقت يلو يعني انا دلوقتي ارجع تانيي واشتغل الشغل انا بتاعتي مصروفة الاسف او الندأ تكذب انا قولي ايه اكبر كيمة كانت هناك اكبر كيمة كانت هناك كنت اصاد المشروع ايه ماذا ؟ ويطاح منه.، لما اطبح كل القيم اللي كانت فى العمود من المائة وخمسين، يعني س有沒有 ي instantaneousandi كم؟ 199640อ? إلى�十ar inquiry,. تمام اهو سالب 30 بعد كده 150 مقص 150 صفر بعد كده اللي هي 90 ناقص 150 90 مقص 150 اللي هي تديني سالب 60 بعد كده نفس القصة في العمود الثاني والثالث والرابع يعني برضو هنا اختار اكبر قيمة وحط اصادها مين صفر اكبر قيمة هنا كانت عندي مين اصاد الصاد كانت اصاد الصاد اهي صفر اهو ارجع تاني عشان تفهموها تاني في المشروع التاني اهي نرجع تاني معلش في العمود الثاني اكبر قيمة هنا كان اللي هي 150 يبقى حط مكانها في المصوفة كام اللي هنا لسه قلبها دي صفر وبعدنا ترحقون القيم دي منه يعني اقول 90 ناقص 150 يبقى هنا كام هتبقى كام مثلا سالب 60 وهنا هتبقى 750 ناقص 150 صفر وهنا هتبقى 130 130 ناقص 150 هتبقى سالب 20 وهنا 80 ناقص 150 هتبقى سالب 70 سالب 70 وارجع تاني اكتب الكلام اللي انا حكيته من دا وقت اهو نفس الكلام اللي حكيته بالزبط اهو قلتلك هنا من شوية قلتلك هتبقى 60 سالب 60 وبعدين دي صفر وبعدين لسه قيلاني من شوية دي 20 وبعدين لسه قيللك برضو من شوية قلتلك دي هتبقى سالب ايه 70 بنفس القصة بالزبط اكمل المشروع العمود الثالث والمشروع الرابع اكبر قيمة هحط مكانها صفر اللي هي تبقى صعب العين اهي صعب العين صفر واطرح بعد كده كل القيم من هذه القيمة وهي بالتالي هحصل على هنا سالب 50 وهي هحصل يا سيدي على سالب 40 وبعد كده طبعا صفر خلاص معروفها دي وبعد كده هنه هحصل على لايه على سالب 100 بنفس المنطق العمود الاخير اللي هي ايه بقى اكبر قيمة هحط مكانها صفر اللي هي تطلع مين وصاد النون اهو وصاد النون اهي عشان برضو لتأكيد لتأكيد للمرة الرابعة اكبر قيمة هنا مين اكبر قيمة هنا كام هنا تمانين هنا مية اربعين هي مية وتمانين هنا مية وتسعين اكبر قيمة مين اللي هي المية وتسعين هحط مكانها ايه صفر في المصفوفة في الجدولة اللي مورة طيب لما حط هنا صفر اطرح كل القيم من المية وتسعين يعني اقول هي تمانين تمانين نقص مية وتسعين سالب مية وعشر يبقى انا اول الرقم هيطلع لي هنا هيبقى كام سالب مية وعشر بعد كده الرقم التاني بنقول ايه بلية ااربعين ناقص ناقص مية وتسعين ناقص مية وتسعين يعني كم يعني سالب خمسين بعد كده مية وتمانين ناقص مية وتسعين يعني كم سالب عشرة بس فاضل العمدي دي الاخير اللي هو مقدر الاسف او الندم مجدر الاسف او الندم بنحسبه ازاي نيجي نبص بقى نمسك مش احنا من شوية تكلمنا عمود عمود اه نيجي عشان نحسب مجدر الاسف او الندم مش هنمسك عمود عمود هنمسك صف في صف وعطيت لاخبطه يعني في الاول عشان نجيب الكلام ده حسبنا حطينا الصف مكان اكبر قيم وهنا الصف مكان اكبر قيم وبهنا الصف مكان اكبر قيمة وهنا الصف مكان اكبر قيمة وطرحنا بقية العمود من نفس من اكبر قيم تمام تمام يعني اشتغلنا عمود عمود اما الان هنشتغل صف صف ازاي اهو هنا نختار صف صف هنا سالب خمسين سالب ستين سالب خمسين مين اكبر كلمة سالبة سالب مية وعشرة هنحطهما بينكم كده اهو سالب مية وعشرة اهي تمام يبقى بيختار اكبر كلمة سالبة اكبر كلمة سالبة في المشروع سين طلعت مية وعشرة طيب في المشروع صاب اكبر كلمة سالبة كم هنا تلاتين وهنا صف وهنا ربعين وهنا خمسين اللي بقى نكتب خمسين اهو. بعد كده بالنسبة للعين اكبر كمه سالبة مين? تقول لي عشرين اهي. لان هنا عشرة صفر عشرين صف. طيب بعد هنا في المشروع اللون ستين سبعية مية صف. اكبر كمه سالبة اللي هي مين? اللي هي المية. طيب انها عليك انت دول اخترت بالنسبة بالنسبة للسين مقدار الاسف بتاعه الاسف مقدار الاسف او الندم للسين مية وعشرة. اسف. بالنسبة المشروع الاسف بتاعه عشرين. بالنسبة للمشروع الانون الاسف بتاعه مية. لما جاء اختار اختار اللي اعلى اسفا ولا اختار اللي اقل اسفا. يعني اللي يعطيني نسبة ندم عالية ولا يعطيني نسبة ندم قليلة. المفروض ان انا اختار 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 افضل مشروع وفقا اللي هيعطيني اقل اسف او اقل ندم. زي زي الانحراف المعياري. زي زي المعامل الاختلاف. ففي ظل اختلاف وفي الظل من الحرف المعيار اللي بيئس الخطورة ويئس التشتت ويئس الأسف والندم. وزي فترة الاسراء نختار الأقل. نختار الأقل. لا في هذه الحالة هنختار المشروع سين ولا صد ولا عين ولا مين. لا هنختار اللي بيعطيني أقل أسف وأقل ندم. يعني هختار المشروع مين؟ هختاري مشروع عين. لأنه صاحب أقل أسف أو أقل ندم. وبكده نكون انتهينا. ولله الحمد من معايير دراسة الجدوة في ظل عدم التأكد.